وفي لبنان في العراق في سوريا أو في اليمن ويؤكد من جديد وأعتقد أن هذا الاجتماع الكبير سيتلوه ضربات موجع الكيان الصهيوني اليوم حزب الله مثلا قصف بثلاثين صاروخ الجليل ثلاثين صاروخ يعني تصعيد كبير نفس الشيء كذلك فبالتالي يعتقد أن محور المقاوم الآن هو في تقريبا أزهى فتراته ضد الكيان الصهيوني متماسك تماسك شديد يدير المعركة بكفاءة بدون تشنج بعقل بارد وأربك كل حسابات الكيان الصهيوني والتحدة الأمريكية إيران هي الدعم الأول للمقاومة هذه حقيقة كنا نتمنى أن تكون الدولة عربية هي الدعم الأول للمقاومة لكن هذا للأسف غير موجود محور المقاومة لا تدعمه إلا إيران وهناك سوريا بالطبع سوريا أيضا تدعم محور المقاومة أيضا بالسلاح هذا باعتراف حتى حزب الله قال ذلك فبالتالي أعتقد أن إيران كقوة إقليمية كبرى ثار لها نفوذ وبالطبع هنا الآن ولن تتراجع حتى بموت إبراهيم رئيسي يعني من سيخلف إبراهيم رئيسي في السلطة سوى السلطة المؤقتة يعني قبل إجراء الانتخابات بعد شهرين ونصف تقريبا حتى من سيأتي سيواصل يعني اتباع نفس سياسة إبراهيم رئيسي وفي اجتماع اليوم كان واضح لا الخطاب سيكون واضح الخطاب هو واضح خطر حتى في إطار تسريحات للممثل عن وزير الخارجية الإيراني قال نحن سنواصل في نفس ما كان يدار قبل سقوط الطائرة المروحية عليش خطلك أنا يا سماح لا أستبعد بسئلة المؤامرة لأن رئيسي شخصية راديكالية معناها لا يمكن يتراجع فيما يخصوص إسرائيل مش ممكن يتراجع وهو اللي يخذي القرار لكن يقال بأن محمد مخبر رئيس الجديد هو من نفس المدرسة من نفس المدرسة حتى من سيأتي من نفس المدرسة وعبداللهيان أيضا وزير الخارجية راو عبداللهيان هو جنرال راو جنرال كان في الجيش الإيراني ولا ننسى أنه يعني ومن يدير المعركة نشوف تصريحاته حتى بعد يعني معركة الطفال الأخصى راو عبداللهيان اجتمع لمدة ثماني ساعات مع حسن نصر الله بعد يوم تسع أكتوبر ثماني ساعات حسب وريكا بشي نخشو بشي نخشو الطقس في يوروبا الشبلية وحتى حول إدارة المعركة كيف يجبون تكون ونحن نعرف أن الإيرانيين رأوا لديهم عقل بارد لا يتشنجون كثيرا ومعروف عنهم ذلك يعني يعرفون كيف يديرون المعركة بعقل بارد بجون تشنج بدون عواطف بدون الفعلات معروف عنهم ذلك من زمان يعني واضح يعني لا خوف على مساندة المقاومة لا الإيران لن تتراجع المقاومة الفلسطينية والمقاومة في التوقبي توا سبعة وخمسة وخمسين دقيقة عندك ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق كتابنا لليوم كتابنا اليوم سماح والسادة المتابعين هو كتاب مذكرات ثلاثة وسبعين ألف وسبعين للمشير محمد عبد الغني الجمسي اللي كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب ثلاثة وسبعين طبعا الجمسي اللي عمل علش اقول قايل عمل هذا كتاب الجمسي الجمسي عمل هذه المذكرات وبعد طبعا ما ننسوش الجمسي تلك وزير الحربية في مصر يعني سنة تربعة وسبعين لماذا أصدر هذا كتاب الجمسي كان فيما كتابين قبله يا سماح كان فيما كتاب مذكرات أنور السادات اللي بعد اتهم فيها طبعا سعد الدين الشاذي بأنه طبعا هو من كان مرهقا وربما أثر على سير عمليات العسكرية في حرب ثلاثة وسبعين رد عليه الشاذلي في كتاب مذكرات ثلاثة وسبعين حرب اكتوبر اللي حكينا فيه في بطرة السابقة ودافع عن رأيهم الجمسي في هذا الكتاب أراد أن يعطي رأيه ويدلو بذلوه في هاتين الروايتين وانتصر المشير الجمسي إلى سعد الدين الشاذي يعني الخلاصة اللي يحبوا يعرفوها سادة المستمعين أن الجمسي انتصر لرواية سعد الدين الشاذي وانتصر لكل ما قاله سعد الدين الشاذي وقال بأن السادات فعلا بهذه العبارة قال تدخل قال أنا نفسي أنتقد تدخل القيادة السياسية في مجرى العملية العسكرية في حرب اكتوبر قال وهو الكلام الذي قاله سعد الدين الشاذي وأربك القوات المسلحة في حرب أكتوبر إذن تدخل السياسي في العملية العسكرية مثل ما قال السعد الدين الشاذلي هو الذي أثر على الحرب الحاجة الأخرى اللي قالها واللي أعادها الجمسي اللي يأيد كما ذكرت رواية السعد الدين الشاذلي قال طبعا بعد حرب 67 أردنا إعادة بناء القوات المسلحة بعد الهزيم بعد الهزيم 67 تحدث كيف على التحديات والعقبات التي واجت المصريين على جميع الأصعدة طبعا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية نفس الشيء كذلك تحدث هنا خاصة عن ضرورة معرفة نقاط قوة وضعف العدو قال خاصة في مستوى يعني الغطاء الجوي أو سلاح الجو قال لذلك جهزنا أنفسنا معناها بهذا الخصوص بدعم طبعا خاصة بالاتحاد السوفيتي وبدعم كذلك عربي كبير خاصة من الجزائر من العراق من ليبيا اللي دعموا خاصة ب أسراب من الطائرات الميغ وقتها والسخوي والميراج نفس الشيء كذلك طبعا الدول العديدة شاركت كما ذكرنا ومنها تونس شاركت بكتيبة بوشات أيضا المغرب كذلك شاركت العراق الكويت وغيرها سوريا بالطبع نفس الشيء كتحدث أيضا اللي